تفقد محافظ محافظة شبوى الشيخ عواض بن الوزير أوضاع مديرية رضوم احتياجاتها من المشاريع الخدمية والتنموية وطلع على سير أداء المكاتب التنفيذية وسلطة المحلية بالمديرية وكذا الصعوبات التي تواجه عملها وناقشها مدير عام المديرية هادي الخرماء وقياداتها الإدارية ومكتبها التنفيذي آليات الدفع بمستويات عملية التنمية المحلية فيها بما يلبي احتياجات المواطنين منها في كافة المجالات كما طلع المحافظ خلال زيارته على مستوى الخدمات التي يقدمها مستشفى رضوم العام وسمع من إدارته وكواديره الصحية إلى شرح عن نوعية الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمتطلبات الأساسية لتحسينها وتفقد المحافظ مستوى الأعمال التي تم إنجازها في مبنى مستشفاعين بامعبد والممول من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وأسباب توقف العمل ومتطلبات السئنافه مؤكدا على مواصلة الاهتمام بالقطاع الصحي والعمل على معالجة كافة الاحتياجات التي يواجهها في عموم المديريات كما تفقد محافظ شبو سير العملية التعليمية في مدرسة رضوم للبنات مطلعا من مدير التربية على أوضاع القطاع التربوي بالمديرية ووجه باستكمال إجراءات درجات التعاقدية المتوفق عليها مسبقا وأجدد محافظ شبو توجهاته لمياه الريف بضرورة العمل على استكمال مشروع مياه الخبية بأسرع وقت ممكن وشملت زيارة المحافظ لمديرية رضوم عدد من المواقع والنقاط العسكرية المنتشرة فيها والتابعة للواء الثاني مشاه بحري وأشاد بمستوى انضباطهم وسعدادهم لتأدية مهامهم العسكرية على الوجه المطلوب